انطلقت فعليات معرض اشتري مصري في نسخته العاشرة من مقر وزارة الخارجية وذلك بهدف الحفاظ على المهن الحرفية والتراثية والترويج للمنتجات المصرية عالميا وخلال افتتاحه لفعاليات المعرض أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الوزارة تقوم بدعم بشكل كبير صغار المنتجين لاستمرار الإبداع اشتري المصري معرض انطلقت فعلياته من مقر وزارة الخارجية في نسخته العاشرة بهدف الحفاظ على المهن الحرفية والتراثية والترويج للمنتجات المصرية عالميا وزير الخارجية سامح شكري أكد خلال افتتاحه لفعاليات المعرض أن الوزارة تدعم بشكل كبير صغار المنتجين لاستمرار الإبداع مؤكدا أن المنتجات المصرية تلقى قبولا كبيرا المعرض طبعا متنوع في المنتجات وكلها منتجات وطنية ومنتجات حرفية بتدل على زوء وقدرة وأيضا الحفاظ على تراث لكثير من هذه المنتجات وبتلقى قبول وهي وسيلة أيضا لدعم هؤلاء المبدعين عشان نشجع الحرفيين المصريين ونحافظ على التراث المصري من الانتاج عندك خيامية عندك حرير تباع على حرير عندك فوة قطن مصري كل حاجة عندك السنة دي بقى جديد ايه؟ عرض للمنوفية للسجات بتاع المنوفية الحرير والسوف والكليم والمنتجات الصدف يدم المعرض أكثر من 26 عارضا وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية يعرضون تشكيلة المتنوعة وراقية من المنتجات التراثية واليدوية والمفروشات والملابس والمشغولات الزجاجية والعطور والبخور هدفنا مختلف طبعا لأنه إحنا جايين نشوف السفراء ودول اللي بيمثلونا في الخارج فبنطمح أنهم يقدروا كمان يقدمونا للبلاد الأجنبية بشارك في الوزارة بالنسبالي الأول مرة المكان لطيف والناس اللي جاي تشوفنا عد إيه حابين ومقدرين الفن اللي إحنا بنعمله فأنا مبسوطة جدا أني بشارك هنا في المعرض ده الأول مرة أنا بعرض شغل أولاد من زو الهمم هو كيكو دوت ولد من زو الهمم هو ولد ما امت اكتشفت أنه عنده موهبة الرسم فحبت تنمي الموهبة ديت فصفرته بره ودرسها كويس ولما جيه فتحت له قتلي صغير كده بيرسم فيه وفكرت اللي جيبه أولاد كمان معامل زو الهمم بقى لي كام شهر بعمل من مواد طبيعية كريمات وصابون وشمع كله من مواد طبيعية وعاد تدرس كتير قوي عشان الحياة تبقاش مدورة لا البشرة ولا الرئة لو شم وشمع وكده يستهدف المعرض تقديم المنتجات التراثية التي تمثل جزءا عزيزا من تاريخ مصر على جميع أعضاء المجتمع الدبلوماسي في مصر مما يسهم في تعريفهم بتقافة مصر الغنية بالفنوني والإبداع من مقر وزارة الخارجية محمد الخطيبة التلفزيون المصري